هجوم بقى الكونغ اللي بيرد على الدفاع ده اللي احنا عندنا فيه مشاكل وان شاء الله بكنا نعليجها وبإذن الله الالا علاج فيتوريا وده اتكلم عنه في المطالب الصحفي احنا هنعالج كل المشاكل احنا نحاول نعالج كل المشاكل اللي عندنا هجوم منتخب الكونغ خطر فيه خطر جدا كمان يا كريم مش خطر بس الكونغ من افضل المنتخبات اللي كان لها هدف متوقع وما سجلوا هدفين فقط ولكن هم كان لهم هدف متوقع وفوت توصل الى 11 هدف لانه بيعملوا هجومات خطيرة جدا تعال نشوف طريقة لعب الكونغ 4-2-3-1 يعني معانا اول صورة اللي هي فيها بتشرح طريقة لعب الكونغ هتلاقيها 4-2-3-1 بس 6 اللي هو 14 ده بس الصورة اللي بعدها مع زيادة كبيرة جدا داخل منطات الجزاء وهات الصورة اللي بعدها بيبقى 14 و17 فرويدين في اوقات كتيرة مع زيادات اللي بتتمنى من رقم 8 مع ناحية اليمين عندهم دايما بيحصل فيها اوفرلود عشان يعملوا حاجة مشهورة جدا اللي هو وينج روتيشن ما تبقاش عارف مين اللي بيطلع انت بيتلاقي نفسك متجمع بين الوينج والباك والعب خط النص عشان مرة واحدة حتلاقي واحد فيهم عمل عليك الزيادة 100% عشان جده انا يمكن لما شهاب بيقول التلاتة اللي في خط النص انا عندي اختيار ممكن يكون غريب شوية ان نفتوح العبرقه من 8 ناحية الشمال عشان يبقى فتوح محمد حمدي ونقفل المساحة اللي انا عرهلك بيعملوا فيها ايه منتخب الكوه تعال نشوف اللقطات اللي معانا اللي هجمات منتخب الكوه هنا ده منظر منتخب المغرب اقول لك حاجة مفاجأة مفاجأة روي فيتوريا النهاردة لما اتكلم على انه من سوء الحظ بتاع المنتخب الاسابات اللي عنده وذكر اول واحد احمد نبيل كوكا انا قلت وانا بسمع المؤتمر الصعفي اكيد كان فكر في احمد نبيل كوكا النهاردة انا قلت ومعايا احمد نبيل كوكا لا كان هيلعب الدول اللي بطول عليه ده اه اه اوه تمانية ناحية الشماء على فكرة كوكا احنا لو قلنا قبل البطولة كنا مع بعض كريم وقلنا ان اصابته يعني غياب رغم نوايا بده مش مؤثر بس احنا قلنا ان هو لعب كان يستحق جدا التواجد في كاس الأمة خاصة بعد مستوى الجاية جدا عارفكا من اللعبها المبشرة جدا اوريك بقى ان المغرب هي موجودة وبالدافع المغرب من المنتخبات المنظمة ورغم كده هيخترقوا المساحة اللي هي ناحية اليمين دي ازاي لانه مش بيزيد عليها بواحد بص كام واسحة في اللقطة اللي بعدها كام واحد هنا موجودة كريم من منتخب الكوكا واحد اتنين تلاتة اربعة فكده كده هيدرب المساحة لان انت لو رجعت ده او عملت ده كده كده المساحة دي هتتضرب وبيعملوا هبقى حاجة خطيرة جدا اللعب ده لو بيروح يرفع كرة عالية ولا بلونة بيروح يلعب كرة دايما من الباق بصوها الارض الحركة بتاع العالي معلول في الاهلي دي لو بتلايب رجع الواحد او حططتها الواحد وغالبا بتبقى هجمة خطيرة جدا جدا ما هي اهداف او هجبات خطيرة طب دي مرة لا تعال اوريك ده مرة واتنين يعني اللقطة جيه مثلا احنا ممكن اجيب لك 7-8 لقطات نفس الحكاية بس احنا اكتفينا مثلا بتلاتة ولا حاجة دي بص هات الصورة اللي بعديها الهاجمة هنا بتتكون سواء بقى يمين شمال هم كمل 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 يعني خلينا نقل اول مهيم تحولان بص هيختارك برضو المساحة اللي هنا وديشوف هو هيخش الجوه الهدف مش العمق ابدا الهدف يطلع تاني الطرف والعدد ده خريفة اربعة لاربعة يعني لو ده تحول بيحب جدا المساحة اللي هي دي المساحة اللي بين بص تلاقي دايما فيه تلاتة مهما كان ارتدادك هو هيضربها لك هيضربها لك ومن ناحية دي هيخش معاك العمق عشان ياخدك للعمق ويفضل المساحة دي هو ما بيمينش ابدا الهجوم من العمق هو بيمين للمساحة اللي هي بين باك الطرف وبين المساك ويضربها دي كانت هجمة وبص بقى زيادة مرة واحدة في المنطقة ده لعيب رقم 8 اللي ارتكاز التاني ورقم 14 ورقم 20 مكامل عندهم اربع لعيبا دايما بيكون متواجدين جوه المنطقة ده رقم 8 خلي بالك ده ارتكاز تاني بص هجمة اللي بعدها برضو نفس النظام كمل نشوف بس الفريم اللي بعده هتلاقي بص يا كريم واحد اتنين تلاتة اربع عشان يختارق الهجمات دي بص الكرف دي بص سيدرك المهاجم يا كريم هعملي بص خد المساحة ولا زبط نفسه على الوف سايت بص التحرك هيجري ياخد في الانك الكرف مين اللي هيضرب اللي هيضرب اللي هيضرب اللي بين الاتنين اللي عطارف هو ده اللي هيضرب دايما هي دي اكتر مساحة بتتضرب ممتاز نكمل هي دي المساحة ده اللعيب اللي لازم داخل بالنا من انصاف المساحات اللي بين المساك والباك ممكن نلعب ثلاثة وراء ممكن يبقى عندك اللعيب اللي بيلعب ثمانية رقم الشمال ده لازم يكون مأمن جدا مع الباك في حتة كمان بقى بيعملوها نمط تاني عشان يبقى انا قفلت الكور نمط تاني بقى انه بيلعب لك الكرة الطويلة ما بيلعباش في العم المهاجم بتاعهم هناجم لقطتين اللي هم الكورة الطويلة نخسبنا بقى من دي عشان دي خلاص يعني حلبعنا رفط كتير ناخد الكورات الطويلة بيلعبوها المهاجم بتاعهم الكريم بيعرب برضو بيروح على المساحة دي يعني هو لو بيلعب كورة طويلة لا ياريت ننقطه دي ونروح للكورة طويلة يعني نتجاوز عن دي بقى ونروح للقطتين اللي هم بتاعهم كرة طويلة عموما يعني سواء جهزة معنا اللقطات هي دي بص هنا المهاجم اللي مسك لا رايح للمساحة اللي بين باك الطرف والمساج اللي هو هتكروح له هنا وكرة طويلة مفاجأة مرة واحدة هتروح هياخد المساحة دي ودي تكرار برضو في ماتش المغرب لولا ان الشيبي لحقها في احد الهجبات الخطيرة جدا للكونغ فناخد بالنا جدا خصوصا ناحية الشمال نأمنها بأي طريقة ما لازم انها حاجة تكون متقفلها تماما لان المنتخب الكونغ خطير جدا في اختراق المساحة دي ونتمنى ان احنا فريقنا يكون في افضل حالاته الزهنية طول الوقت وده انا واثق ان منتخب مصر بالروح والقتلاء اللي عنده في النصف الادام يقدر يسجل هو ادفع الكونغه كريم صحيح زيك كده كريم يا ربي خليك ان شاء الله بس احنا ادفعنا بكرة ما يبقاش كريم بالزبط